وقعات العشرية الاولى بما انك شخص اجتماعي جدا ممكن تكون اهملت واحد او اثنين من معارفك في الفترة الاخيرة لازم تصلح كل العلاقات دي مرة تانية وتعود التواصل معك هترتفع فرص كتيرة تحل بيها ان الزائع ما بينك وبين الاسرة وما بينك وبين اصحابك للابد هتمر بي ساعات مش هتقدر تنساها فيها تناغم فيها تضامن هيبقى بيلطة في كل الاوقات الصعبة اللي عندك اللي ممكن تبقى بتواجهك هيبدو في الوقت الحالي انك بتواجه عدد متزايد جدا من التعقيدات اللي مش متوقعة مش هيقع اللونك على كل الاشخاص اللي حواليك بس ممكن تبقى انت الغلطان هتحاول تبقى هذه اكتر وتشوف كل العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة تكتشف بيها مدايخ الجديدة هتعيد اكتشاف هدوءك مرة تانية وهتخرج من المرحلة دي اقوى كل العرقيل اللي تنبأت بقدمها من فترة طويلة هتبتدي تظهر تدريجي وتتحاول لوقع هيكون تفدي مستحيل هتواجه كل التحديات دي في اسرع وقت ممكن حتى لو كانت المهمة صعبة كل ما هتتأخر هتترقم قدامك العرقيل وهيتوجب عليك تضعفها عشان تعرف تتجاوزها في اليوم ده توقعات العشرية اي التانية موليد النهار ده كل الشي سهل بالنسبة لهم هتبقوا بتستمتعوا جدا بكل الامور اللي انتوا بتعملوها هتسيب ورقكم اصار حلوة جدا فيها ايجابية وجاذبية ما تتعجبش لما بتبقى بتتقرب من كل الاشخاص اللي حواليك وبتبوح ليهم بافكارك ما تكونش مغرور كتير وتشترك في مشروعات مختلفة هتبقى بتقدم ليك الهام في كل اللي بيخص خطتك الخاصة في اليوم ده ومش هيبدو ان جبال المشكلات والاضطرابات في طريقها انها تتلاشع خليك حازم اكتر حاول تستعيد رأيك في كل الحاجات المهمة جدا ولا ممكن تعايني من انتكسات دايما هتوازن امورك بعنية وهتفكر في كل الاهداف اللي انت بجد حابب تحققها واللي ممكن تتغاض عنها لو عارف تتنفذ كل ده هتلاقي النهار ده الحلول بقت اسهل واوضح هيتربق بانه بتقترب وكفيزك على حلها يبقى اصعب من اي وقت لازم تلاقي بديل عشان تعرف لأي درجة بتتأثر بيك المشاكل دي سلبيا من الافضل انك تستنى شوية وتسمح لنفسك بان المشاكل تلاقي الحل بمفردها توقعت العشرية التالتة الوقت النهار ده مناسب جدا عشان تتعرض في الشغل السيل من التحديات والخطط الجديدة لو ابديت شوية اهتمام بالتحديات والخطط دي هتعرف تكون اصدقاء جدود هيلجأ ليك الناس النهار ده في حياتك الخاصة هتبتدي تظهر شوية علاقات جديدة ممتعة جدا لو ابديت النهار ده ردت فهل ايجابية هتبقى ضروري انك تخلي حالتك الحالية على سجيتها هتحتفل في يومك حتى لو حبيت ترقص هتعود كل الحركة عليك بفايدة مش هيبدو ان الامور بتمشي بصورة كويسة هيبقى عندك مشكلة في انك تركز على المهمات اليومية على رغم من انك لاقي صعوبة في انك تحفز نفسك لكن ما تخفضش رأسك في ياس حتى لو قمت بافضل معندك هتعرف تحصل على كتير من النجاحات المحدودة الا انك ممكن تتوقع كتير من الحاجات لما تبقى بتستعيد هدوءك هتبقى اكتر ثقة وهتتحسن يوم عن يوم لأول مرة ممكن تبقى بتخونك الانماط السلوكية الاعتيادية الخاصة فيك هتضعك في مواقف كتير حارجة فيها استراتيجية للحلول هتبقى انت بتنتهكها في المعتاد لكن مش بتحسن من امورك مهما بتدي تحاول فيها كنوع من انواع التغيير حتى حاول بس تتخلى عن كل الانماط الاعتيادية وتاخد منهج جديد تقوم من خلاله بتغيير حيسم جدا وده اللي هيبقى المخرج المواقف للمواقف المستعصية اللي قدامك